احنا بعزين نعرف نتعامل مع الاجواء اللي هتيجي علينا صح بداية من دلوقتي واحنا في الفصل الربيع والبرد ودرجة الحرارة عالية لغات لما تتزيبت شوية اللي بيحط المروحة في وشه بيبقى ماسكها وحضنها كده وهو نايم التكييفات طول الوقت بنطلع على جوه صعب جدا ودرجة حرارة ونزلات البرد بتاعت الصيف بتبقى سخيفة للأسف يعني نعادل بس الدنيا مع نفسنا ازاي شوف حضرتك يعني خلينا هتكلم كأني بتكلم على الصيف الماضي لازم ان احنا نوازن ما بين وجودي فيه الأماكن فيها تكييفات وما بين الأماكن مفيش تكييف يعني انا لو انا مثلا قاعد في الشقة قاعد في قوضة فيها تكييف ما تخرجش من القوضة اللي فيها تكييف مرة واحدة إلى المكان سخن مفيهوش تكييف لا الشور هتاخد نزل البرد خلي التكييف يعني فيه ناس انا شوفهم بيعمل تكييف على 16 و 17 درجة ده غلط جدا مفروض 24 ده 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 احسن درجة حرارة اللي حضرتك قلتها دي تمام برافو انه دي احسن درجة حرارة لان حتى لما هتخرج للغرفة التانية او هتلاقي درجة حرارة هتزيد شوية مش هتحس بالده نزول الشارع لما يكون الارصاد قالت ان الحرارة عالية قوي مجيش في فترة الظاهرة ولو ما فيش داعي للخرج ما تخرجش فترة الظاهرة بالذات طب مصطر ان انا ننزل مش عيب ابدا ان انا قلبس كاب امسك شمسية حتى اسمها شمسية يعني احنا في مصر فاهمين ان الشمسية دي على المطر بس ايو صحيح ده هتقدر تتعامل مع الصيف في هذه الطريقة ملابسي تبقى قطنية فتحة لان طبعا ملابس الغمقى تمتص الحرارة اكتر فهتحسك بالحرارة اكتر لو قدرت نعم كلنا نعمل كده هتجد هتقدر تتحمل الصيف علوعا في حتة مهمة جدا اتمنى ان انا انها تتمحي من مصر ايه بقى الناس اللي بيمسكوا المية ويقعد يغرق الشارع عشان الطريقة تيجي ده مش بيقل درجة الحرارة يا دكتور ده بيزيد نسبة الرطوبة يا ساتر مع الارض سخنة بدليل هقول لحضر لك حاجة طب هو بيرد بيرش المية طب بتنشف بعد اديه لو بيطلع بخار كمان هاي اه بتنشف بعد اديه هتلاقيه تمشف مثلا بعد بتاع نص ساعة طب المية اللي انت غرقت بدي كل راحة فين اه بخارت فزادت نسبة الرطوبة علاوة على اني انا ما شفتش دولة في العالم بصراحة انهم الحمد لله لفي الدول كتير ما شفتش دولة في العالم فيها حد بيرم المية اللي الناس مش لقيت شربها في الشارع في الارض صحيح يعني مية متكلفة اعادة عشان تبقى مية شربة حلوة دي بتتكلف فلوس كتير جدا عشان احنا نرمي في الشارع يعني انا اتمنى ان تصدر قرارات قوية من مجلس النواب تصل الى حد الحبس اللي يمسكوا بيرشهم في الشارع وحملات توعوية كده يعني حملات توعية عن قريق الاعلام بان احنا نفهمه نبقى في كل طرق الاعلام بحس ان انا فعلا افهجمه رشد الاستهلاك ده انك انت ترشد الاستهلاك وان كده من الصح ان شاء الله الجاو الفترة اللي جاي بقى جميل والجاو النهاردة حلو عشان احرك معنا يعني شكرا شكرا